السؤال اللي بعد كده من حساب زهرة البستان بتقول أنا سيدة مطلقة لا أستطيع العمل لأسباب مرضية أرباح البنوك حلال أم حرام معي ثلاثة أبناء يا أخوانا اتقوا الله سبحانه وتعالى بقى ويسيبوا الناس سيبوا الناس اللي مش فاهم ما يتكلمش يعني تضيقوا على امرأة في هذا الحل ليه يعني أنتم لماذا لا تتقوا الله سبحانه وتعالى في الناس امرأة محتاجة للمال فتيجوا أنتم تقولوا لها أن لأ للأسف ما تخديش المال ده المال اللي هو ريع ريع إيه بقى ريع استثمار وريع تمويل يا سيدة خلاص لازم نفهم أن إداع المال في البنك ده شكل من أشكال التمويل إنما الإصرار على أنه قرض وإصرار على أنه ده حرام إيه علة القرضية ولا في علة ولا في أي شيء ده واحد وضع ماله لكي يستثمر خالص فلذلك يا سيدي أموالك حلال ولو سمحتي انتفعي بدا وهو تعرضي أولادك للفتنة والمهلكة ده أموال حلال وإياكي والوسوسة تو اي